السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباب الكرام وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة التقويم وإعادة التأويل ونعود مجددا إلى سلسلة المهدي وما زلنا نبحث في أسرار الرؤى وما تحمله من خبايا فيما يتعلق بالحرب الخفية التي يقودها عالم الجان للنيل من الفاطمي هذا الرجل الذي سيخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلم وجورا واليوم لدينا رؤيتان في غاية الأهمية فيهما أحداث تقع للمهدي أحداث مميزة وألمة بسبب كيد الشياطين أحداث قوية لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام لكن لا بد من تسليط الضوء عليها وقبل أن أبدأ في قراءة الرؤى ندعو الجميع لدعم القناة والاشتراك ومشاركة المقطع مع إخوانكم حتى تصل الرسالة أقول وبالله أسعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبابي كرام أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال والصحة والعافية أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة وأسأل كذلك أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر المبتدعين ومن شر العائدين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين ونسأله جميعا أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى قولوا اللهم أمين أحبابي كرام يقول الرأي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد مجاهد رؤية منقولة من أحد القنوات تخص المهدي ربما تكون فيها أسرار مخفية يقول الرأي الرؤية في مشهدين المشهد الأول رأيت تابوت يسير في اليم به شاب فاقد للوعي عرفت أنه الإمام المهدي عليه السلام ثم رأيت أهله يتبعونه على اليابس جريا لكني لم أرى بوضوح سوى أمه وأخوه انتقل المشهد مباشرة فرأيت نفس الشاب مع أمه في صالة بيت كان يضع خبز في الزيت ساخن على تين ويأكله فقال لأنه رأى رؤية يؤد فيها بالناس وكان صوته جميل فقالت له إنها رؤية جميلة ولكن كيف رأيتها وأنت لا تصلي فأجابها بالسغراب أنه يصلي وأنها لم تكن إلا فترات انقطاع قصيرة وقد أخبرها من قبل بالسبب والله على ما أقول شهيد ملاحظة للرأي يقول الشاب كنت أراه كأنه مريض متعب جدا وهذا في جميع الرؤى تقريبا أراه في حالة سحر وتعب نحتاج لإعادة قراءة هذه الرؤية أحباب كرام يقول الرأي الرؤية قلت الرؤية منقولة من أحد القنوات تخص البهدي هذه الرؤية أرسلها لأحد الإخوة الكرام يقول الرؤية في مشهدين المشهد الأول رأي تابوت يسير في اليم به شاب فاقد للوعي عرفت أنه الإمام المهدي عليه السلام ثم رأيت أهله يتبعونه على اليابسة جريا لكني لم أرى بوضوح سوى أمه وأخوه انتقل المشهد مباشرة فرأيت نفس الشاب مع أمه في صالة بيت كان يضع خبز في الزيت ساخن على التين ويأكله فقال لأنه رأى رؤية يؤد فيها بالناس وكان صوته جميل فقالت له إنها رؤية جميلة ولكن كيف رأيتها وأنت لا تصلي فأجابها بالسغراب أنه يصلي وأنها لم تكن إلا فترات انقطاع قصيرة وقد أخبرها من قبل بالسبب والله على ما أقول شهيد ملاحظة الرأي يقول الشاب كنت أراه كأنه مريض متعب جدا وهذا في جميع الرؤى تقريبا أراه في حالة سحر وتعب إن شاء الله تعالى سأعبر هذه الرؤية بالحق أقول ابتداء الرؤية صادقة والرؤية حق والرؤية الحق جزء من 46 جزءا من النبوة وفيها سبعة قراء القرينة الأولى ما معنى التابوت الذي يسير في اليم القرينة الثانية ما معنى الشاب الفاقد للوعي القرينة الثالثة ما معنى أهله يتبعونه على اليابسة الرأي يقول أمه وأخوه القرينة الرابعة ما معنى الشاب مع أمه في صالة كان يضع خبز على زيت ساق وتين وكان يأكله القرينة الخامسة ما معنى قول المهدي أنه رأى رؤية يؤدد فيها بالناس وكان الصوت جميل القرينة السادسة ما معنى كلام الأم الرؤية جميلة لكن كيف رأيتها وأنت لا تصلي ثم القرينة السابعة الأخيرة ما معنى إجابة المهدي المهدي يجيب بالصغراب أنا أصلي لكن لم تكن إلا فترات انقطاع قصيرة وأبدأ إن شاء الله تعالى في تأويل القراءن معنى القرينة الأولى التابوت الذي يسير في اليم هذه القرينة تذكرنا بمشهد موسى عليه السلام وقد وضعته أمه في التابوت فألقته في اليم ليدخل قصر فرعون قال تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني هذه القرينة تبين أن هناك من يسعى في طلب المهدي ليقتله لكن التابوت هنا لا يشبه تابوت موسى عليه السلام واليم لا يشبه يم موسى عليه السلام كذلك لأنتقل إلى القرينة الثانية معنى الشاب الفاقد للوعي هذا الشاب هو المهدي فاقد للوعي بسبب الأصحار من قبل عالم الجان وأنتقل إلى القرينة الثالثة معنى أهله يتبعونه على اليابسة الرأي يقول أمه وأخوه هذا المشهد يذكرنا أيضا بقصة موسى عليه السلام حينما رمته أمه في اليم بعدما وضعته في صندوق وكانت أخت موسى تتقفى أثره وهي تمشي على اليابسة حتى دخل إلى قصر فرعون الأم هنا أحباب كرام في هذه القرينة لها رمزية ومعنى ودلالة فلا تعني الأم الحقيقية للمهدي والأخ هنا رمز لا يعني حقيقة أخ المهدي كما سنرى لاحقا إن شاء الله تعالى وأنتقل إلى القرينة الرابعة ما معنى الشاب مع أمه في صالة كان يضع خبز على زيت ساخن وتين وكان يأكله الزيت والتين في هذه القرينة رمزان لقسم الله تعالى في صورة التين ومعنى إشارة إلى إصلاح المهدي جسديا ومعنويا بعدما نالت منه الأصحار وسيجعله الله تعالى في أحسن تقويم وانتقل إلى القرينة الخامسة يقول المهدي قال رأى رؤيا يؤدن فيها بالناس وكان الصوت جميل القرينة الخامسة تؤكد على أن المهدي يرى الرؤى سبحان الله وهذا طبيعي بخلاف ما أشيع على أن المهدي لا يرى الرؤى ولا يمكن أن يعرف نفسه بتاتا المهم المهدي يرى رؤيا وهو يؤدن وكان صوته جميل بمعنى أن بعد إصلاحه سيشمع الناس عليه والصوت الجميل معناه إصلاح وتمكين وعلو ورفع وانتقل إلى القرينة السادسة ما معنى كلام الأم الرؤيا جميلة لكن كيف رأيتها وأنت لا تصلي الأم هنا أحبابي كرام لها معاني كثيرة فهي تدل على الأم التي يعيش فيها المهدي فهي تحن إليه وتنتقده في نفس الوقت الأم قد تعني الوطن وتعني المكان الذي يحتضن المهدي كما تعني مكة فهي أم القرى وتعني بالشكل المعنوي في بعض التأويلات بالأم الهاوية كما قال تعالى فأمه هاوية نرجع إلى الموضوع ونقول الأم هنا لا تعني أم المهدي الحقيقية لأن المهدي حسب رؤى عديدة عاش يتيما نعود إلى الرؤية أحبابي كرام لأقول هذه الأم التي تقول للمهدي إنك لا تصلي فكيف يمكنك أن ترى رؤية صالحة صادقة هي الأم المعنوية أو المكان الذي يحتضن المهدي وأن تقل إلى القرينة السابعة بمعنى قول المهدي أنا أصلي لكن لم تكن إلا فترات انقطاع قصيرة وأخبرت عن السبب المهدي أحبابي كرام في هذه القرينة يجيب أنه يصلي لا يمكنه أن ينقطع عن الصلاة أبدا لكن هناك أمور لا يستطيع أن يشرحها تتعلق بالسحر الأسود الذي يتعرض له تتعلق الأمور أمور روحانية مخفية غيبت المهدي فجعلته لا يركز في الصلاة كثيرا ومرة أخرى لا يصلي الفجر في الوقت وفي كثير من الأحيان وهو يصلي يحتاج إلى أن يقطع الصلاة بسبب أمور تحدث معه وهو يصلي فهناك رؤى تقول المهدي يصلي على الدم بمعنى أن الألام تزاد عنده بسبب السحر وهو يصلي وهناك أسحار تسعى إلى إبطال وضوء البهدي كلما رفعت كبيرة الإحرام وأراض الصلاة وهناك أمور أخرى أخبرت بها رؤى عديدة تبين كيف أراض الصحراء عزل المهدي عن الصلاة التي تربطه بربه لكن كان قلب المهدي دائما متعلق بالصلاة حتى ولو تمكنت الأسحار من إخراجه من الصلاة المكتوبة في الوقت المحدد له وهذا الموضوع الغريب عن المهدي يحن إلى قراءة رؤية أخرى يقول الرائي رأيت أني مع المهدي في مكان ربما مسجد وكان فارغ وكان المهدي يمسك بالسجادة للصلاة أراد أن يصلي صلاة الفجر لكن المكان لم يكن نظيفا أينما ول وجهه وجد القمامة وأشياء غريبة ووقف محتارا يقول الرائي أشفقت من حال المهدي وحزنت وذهبت لأنظف المكان ليصلي يقول الرائي صيقت وتركت المهدي بغسط السجادة وهو يكبر تكبيرة الإحرام أعيد قراءة نص هذه الرؤية يقول رأيت أني مع المهدي في مكان ربما مسجد وكان فارغ وكان المهدي يمسك بالسجادة للصلاة أراد أن يصلي صلاة الفجر لكن المكان لم يكن نظيفا أينما ول وجهه وجد القمامة وأشياء غريبة ووقف محتارا يقول الرائي أشفقت من حال المهدي وحزنت وذهبت لأنظف المكان ليصلي يقول الرائي صيقت وتركت المهدي بغسط السجادة وهو يكبر تكبيرة الإحرام هذه رؤية جديدة قرأناها تبين وتوضح أن المهدي محارب حتى في صلاته المهدي محارب حتى في صلاته المهدي يمنع من صلاة الفجر ملايين الأصحار السوداء تستهدف المهدي ورغم هذا فهو يقاوم يقاوم ويصلي المهدي أحيانا يستغرب لماذا لا يصلي في الوقت خصوصا صلاة الفجر الأصحار تغيب وأحيانا يستيقض صباحا ويقول لماذا لم أصلي صلاة الفجر في الوقت نعم في الرؤى هناك أشخاص ينتقدون المهدي تكلمنا عن هذا الأمر في رؤى سابقة أشخاص ينتقدون المهدي وهناك من ينصحه لكن هؤلاء لا يعرفون الأمور التي يمر بها المهدي من أصحار قوية وفي النهاية أقول هذه الرؤية صادقة فقد تواطأت العديد من الرؤى على هذا المعنى المهدي يحارب بالأصحار السوداء نقول بدون مبالغة هناك الملايين من الأصحار التي تستهدف المهدي حتى في صلاته لكن المهدي يقاوم ويقاوم ويقاوم وقبل أن أختم هذه الحلقة أقول لمشاهدي الكرام أينما كانوا فهناك جروبات سرية اتفقوا على محاربة حلقات المعبر المغربي محمد مجاهد وهذا كان من زمان لكن في الآونة الأخيرة الهجوم ازداد والحلقات الثلاث الأخيرة تعرضت للهجوم حتى لا تنتشر والسبب هو إخفاء الحقائق عن الناس وصرقة المحتوى لذلك سأضع روابط الحلقات الثلاث في صندوق الوصف نعم أحبابي كرام هذه الحقيقة وقد ظهرت تعليقات سخيفة تنصح المعبر المغربي محمد مجاهد بالاعتزال وكان الإخوة الكرام يصخرون منها المهم الأمور تطورت فبدأت تظهر تعليقات تهدد المعبر المغربي محمد مجاهد يا إما بالاعتزال أو تشويه الصورة وتشويه السمعة ومع الإكراه وغير ذلك يعني تعليقات تهدد هذه التعليقات آتية من مخابرات تعرفون مكانها يعني في البلد الجار وتعليقات من جروبات أو عصابات سرية تهدد المعبر المغربي محمد مجاهد بالاعتزال والخروج من اليوتيوب وأقول لهؤلاء فهذا التهديد لن يخيفني أبدا التهديد لن يخيفني أبدا سأصمر إن شاء الله تعالى حتى آخر دقيقة من عمري فهذه الدعوة لله سبحانه وتعالى فمهما مرسم الإكراه المادي والمعنوي المعبر المغربي محمد مجاهد لن يعتزل يعتزل اليوتيوب في حالة واحدة إذا ظهر معبر واحد من البحر إلى البحر يخرج للناس مئة توقع وتتحق له هذه التوقعات بنسبة مئة في المئة أنداك المعبر المغربي محمد مجاهد يخرج من اليوتيوب أما هذا التهديد وسبحان الله اليوتيوب الآن ما فيه إلا التفاهى فارغ المحتوى فبطلوب أن أكون متواجدا وأصمر إن شاء الله تعالى في هذه الدعوة المباركة أقول أحبابي كرام قولي هذا واستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر وبركاته